تلتحق القاهرة بمسار التطبيع مع نظام الأسد وتجد في مبادرة عمان ووارقتها غير رسمية التي تم تسريبها أخيرا فرصة سانحة للعب دور متزايد في الملف السوري والمنطقة بوجه عام مصادر خاصة كشفت لصحيفة العربي الجديد عن ترتيبات من جانب المسؤولين في القاهرة لتنسيق اتصال بين رئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس النظام في سوريا بشار الأسد خلال الأيام القليلة المقبلة وبحسب المصادر فإن الاتصال المرتقب الذي سيكون الأول من نوعه يأتي في إطار خطط مصرية لتوسيع دور القاهرة في الملف السوري في ظل محاولات من جانب مصر لمجارات تركيا في ملفات المنطقة على حد وصف الصحيفة وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى بنظيره في حكومة النظام فيصل المقداد نهاية ستمبر أيلول الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في لقاء كان الأول من نوعه على هذا المستوى بين الطرفين منذ عشر سنوات في اجتماع غابت البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عنه لأي إشارة للملفات التي نقشت فيه بينما بدت رغبة مشتركة بين الطرفين لتوجيه رسائل إلى أطراف مختلفة بهدف تحريك الموضوع الرئيسي الرابط بينهما والعالق حتى الآن وهو عودة النظام إلى جامعة الدول العربية لا تزال مصر تتمسك بالتوصل في أسرع وقت ممكن تبدو تحركات القاهرة متناغمة مع التحركات الأردنية الساعية لتغيير سلوك النظام عبر خطة خطوة بخطوة والتي بدأت تتكشف ملامحها على الرغم من إنكار واشنطن منحها الضوء الأخضر لها فهل تلتحق القاهرة بركب التطبيع وتقود الحراك الساعي لإعادة تعويم نظام الأسد وإعادته إلى الجامعة العربية